اشتركوا في القناة باعتذر لو كنت اتأخرت شوية بتنزيل الفيديوهات ولكن الفترة اللي فاتت دي كلها اقول لكم حاجة خليني ابتدي اقول لكم على مفاجأة المفاجأة دي ربما الدرس القادم ان شاء الله نبتدي فيها وهي عبارة عن ايه يا سيدي عن ايه هذا المشروع يعني ان شاء الله بدءا من الدرس القادم المشروع اللي قدامكم الجميل ده هنتكلم عنه هو متكامل يعني في كل حاجة هتدربك ازاي تعمل سكريبت بتاع مقالات انك تعرض مثلا انك تضيف مقالة انك تعرض المقالات ان يكون في ادمن ليه هو الصلاحيات ان يعدل في المقالات او يحزفها او يضيف يعني حاجات جديدة او مواضيع جديدة يكون في نظام بحث يعني من الاخر هيكون زي كده سكريبت متكامل فبدءا من الدرس القادم فعلا مشروع ان شاء الله في نسك كتيرة جدا هتطلع هتلم كل اللي احنا اخدناه في الكورس كله فانا بس بحمسكو عشان كل واحد جاهز نفسه بدءا من الدروس القادمة وبعد كده نهاية الكورس يعني اقولكو باي باي طيب خلينا في درس النهاردة مبدئيا درس النهاردة هيكون هنعرف ازاي ان احنا نعرض بيانات سجل لصديق واحد وطبع من خلال اسلوب جيت وهنعرف ان ازاي ان احنا نعمل عرض قائمة الاصدقاء اللي شاه في الدرس السابق ممكن الموضوع بالنسبة له يكون سهل جدا ولكن هو بس تطبيق لتثبيت الفكرة تمام طيب يلا نبتدي مبدئيا انا عندي قاعدة بيانات باسم التست وانا طبعا عرفت اين المشكلة اللي كان ببوز البي اتش بي ماي ادمن لما تلاقي المشكلة دي حصلت عندكو بتخشوا على المجلد بتاع التمب ومسحوا كل حاجة فيه مجلد تمب ولو انتو عايزين تعملوا بالزبط تجيبوه منين من خلال علامة الويندوز وار يتفتح لكو run وبعد كده بتكتبوه الامر ده في المية تم في المية وبعد كده بتروحوا مسحين كل اللي موجود ده كل دي ملفات مؤقتة ملهاش اي لازمة فبتمسحوها كلها فمن ضمن الملفين دول بالزات دول اللي بتبع البي اتش بي ماي ادمن تمام فاذا مسحتوه ما بيحصلش حاجة بس هو ايه الدنيا بترجع تتضبط تاني فتتحسبا لو بي اتش بي ماي ادمن هيسمعك او حاجة يعني طيب تست في تلات جداول طبعا انا النهاردة مش احتاج بس الا الجدول بتاع فرينس وبالنسبة لجدول فرينس لو انا دخلت عليه هلاقي ان هو بيحتوي على بعض الحقول او بعض العمويد واحد اتنين تلاتة اربعة ثمن ثمن عمويد كل عمود طبعا بيكله بيقبل بيانات معينة لو جيت عملت براوس كده فلاقي ان عندي اي دي طبعا بيتولد معا ارقام تلقائيا على حسب اضافة البيانات عندنا النيم النيم بيقبل حوالي خمسين حرف فقط نص عادي الكنتري عشرين حرف فقط برضو نص عادي الديسك يعني ديسكريبشن يعني ان انا عايز اكتب حاجات عن الصديق فدي خلتها لونج تيكست احتياطي لو انا حبيت اكتب زي ما قال عن الصديق بيدي ديت يعني بيرت ديت طبعا النوع البيان بيكون ديت الفون رقم تليفون طبعا بنخلي ان هو عبارة عن عشر ممكن عشر حروف عادية ولكن انا شرحت ده قبل كده ليه لان لو انا مثلا ابتديت برقم زيرو لو انا خليت النوع البيان هنا رقمي وابتديت بالزيرو فالزيرو ما بيتكتبش ما بيتحسبش تمام فعشان كده بخليه عبارة عن ان يكون كنص عادي يعني طبعا الميل ولا في ميل يعني النوع بخليه اللي هو بحيث ان ياترو يافولس والاميل طبعا اللي شايف الدروس السابقة الموضوع بالنسبة له سهل لان ده يعتبر اللي احنا عملناه في الدرس السابق طيب انا دخلت تلات سجلات السجل الاول في رامي السجل التاني في احمد وحازم وطبعا ده من مصر عراق مصر وده بروجرامر وده مش عارف ايه حاجات كده يعني بيانات عادية خالص وهنبتدي نعرض بيان بيان على المتصفح بتاعنا على حسب الاي دي يعني فكرة النهاردة ان انا هخلي يكون فيه جت مثلا متغير اي دي في الجت وهدينه مثلا رقم من الارقام دي وبناء عليها بيجيب لي ايه بيجيب لي بيجيب لي بيانات الصديق ده بكل بساطة تاني لو انت حسيت ان الموضوع بالنسبة لك صعب شوف يعني درس السابق او الكم درس السابق اللي تابع على المي سيكوال لازم تكون متابعة معي عشان يكون الموضوع بالنسبة لك اسهل خلينا نبتدي طبعا انا مجهز السكريبت انا بس هفصصه لك بحيث ان الموضوع يبقى اسهل فخليني ابتدي اقولك ان انا عندي مي سيكوال فرينتس طبعا list دي هنعملها فيما بعد ولكن خليني الاول اعرض بيانات صديق واحد فمي سيكوال فرينتس اول حاجة هو الاتصال بي المي سيكوال فمن خلال دلت مي سيكوال اي كون نكت طبعا الثلاث عوامل اسم السيرفر واسم المستخدم والباسورد تمام طبعا الحاجات دي كلها ازاي بتجيبها بتقدر انك تجيبها اسناء تسطيب الاباتشي بتحدد الاسم المستخدم للاتصال بالمي سيكوال والباسورد طبعا خلاص احنا عرفنا الكلام ده ولك الهصت ده اسم السيرفر وانا قلت ده كتير جدا في دروسة السابقة ففي حالة لو التصائل وتنجح فالأكشن ده اللي بيتم او اللي احنا عايزين هو نحطه هنا يعني لو في حالة ان مثلا الباسورد غلط اسم المستخدم غلط او حتى اسم السيرور غلط فطبعا بيتعرض ان فيه مشكلة والسكريبت بيقف طيب دي الخطوة الاولانية الخطوة التانية هي ان احنا بنختار طبعا الاتابيز او قاعدة البيانات اللي احنا هنشتغل عليها فالقاعدة البيانات اللي احنا اشتغلين عليها هنا اللي هي تست طبعا انا مجهزها وموضبها وحطت فيها كل حاجة فبكل بساطة باختارها بس فلابد طبعا ان العامل الاول زي ما بأكد يكون عبارة عن المتغير اللي بيكون اللينك بتاع الاتصال تمام فبنحطه كعامل اول والعامل التاني طبعا هو التست او اسم قاعدة البيانات جميل جدا ركز معي بقى في الحتة اللي جاية دي وهي الكويري او الاستعلام او الاوامر اللي احنا هنبعثها ليه الماي سيكول فطبعا بحطها في المتغير كوماند تمام وركز معي قوي قوي في السطر ده عشان هو المسؤول على ان احنا بنجيب اسم او بنجيب بيانات المستخدمة خلي بالك select نجمة دي معناها all from friends يعني اختر لي كل حاجة من جدول friends اللي هو ايه اللي هو الجدول ده طيب where لما يكون ال id بتاع السجل يساوي ايه get user اه limit one هتقول لي ايه get user دي هقولك ما هي دي الفكرة ركز معي انا زي ما قلتلك ان انا هحدد السجل من خلال ايه من خلال get او من خلال المتغير اللي بيتكتب في الرابط اللي فوق طيب خليني كده يعني هعمل save وهقولك اطبع لي مثلا اطبع لي ال command عادي يعني كنص وهأكد او هفكرك الحكاية بتكون عاملة ازاي select اهو نجمة from friends ماشي where id بيساوي one one جي من اين واحد ده هو المفروض هنا get user جي من اين واحد ده جي من ال user انا حطيت هنا المتغير user يساوي و ايه ورقم ال id اللي انا عايزه او رقم السجل اللي انا عايزه فلو مثلا اتنين دست انتر هلاقي اصبح where id ساوي اتنين طب حطيت مثلا 777 مش عارف ايه برضو where id بيساوي 7 اذا يبقى انا بحدد رقم السجل من خلال ايه من خلال المتغير user وده طبعا ازاي ان احنا نستطيع جلب القيمة بتاعت user دي من خلال get طبعا دي حاجة قديمة واتكلمنا فيها زمان جدا بس المراجعة حلوة يبقى دي الاوامر او السطر ده هو الامر للمي سيكوال انه هو يجب لنا بيانات السجل اللي احنا هنحدده على حسب المتغير user الغطوة اللي بعد كده هو تنفيذ الكويري تنفيذ الكويري بيتم من خلال طبعا mySQL i underscore query برضو العامل الاول هو اللينك بتاع الاتصال والعامل التاني هو الاوامر سطر الاوامر ده بنحطه هنا ففي حالة ان مثلا طبعا انا بحطه برضو في متغير result لاني احتاج المتغير ده عشان اعرض من خلاله كل القيام اللي هترجع لو الاوامر تمت بنجاح ومفيش اي اخطاء ده طبعا اللي تحت هنا بيتنفذ وغير كده else يعني اي خطأ او اي شيء طبعا اللي تحت ال else هو اللي بتنفذ ففي الحالة دي بنستخدم الدلة بتاعة mySQL I Error وبنحط برضو المتغير بتاع اللينك الاتصال اللي هو ده فmySQL Error بيعرض لك المشكلة ايه اللي حصل اثناء ارسال الاوامر للمي سيكوال يعني ده لو في حالة الاخطاء اما لو في حالة اني مفيش اي اخطاء فبنبتجي نشوف ايه هي الخطوات اللي بعد كده خلي بالك انت بعت الاوامر للمي سيكوال والشيء الراجع من الدلة دي هنخزنه في result خلي بالك لان الريزالت دي هنحتاجها في الخطوات القادمة جه وقت دلوقت ان احنا نفحص نشوف هل المستخدم ده اصلا موجود ولا مش موجود لان انت ممكن تكتب اي رقم سجل ربما اتمسح ربما اتغير ربما لم ينشق اصلا فاحنا بنستخدم دال يمكن انا اول مرة بتكلم عنها اسمها mysql i underscore num underscore rules انا مش فاكر تكلمت عنها في درس السابق ولا بصراحة يعني بس ربما فبتاخد عامل واحد اللي هو العائد من ايه من الكويري تمام اللي هو result فبنحط فيها ده طبعا بترجع يا بواحد يا بصفر واحد معناها ان السجل ده موجود اما لو رجعت بصفر معناها ان السجل ده مش موجود انا طبعا عامل اصغر من او تساوي صفر للتأكيد فقط ربما اي حاجة تانية بس عموما في حالة انها اصغر من او تساوي صفر معناها ان السجل او الصف مش موجود هنا تمام رقم مش موجود ففي الحالة دي بنطبع رسالة اللي هو user not exist طب else else معناها ايه معناها ان فعلا السجل موجود لانها بترجع بواحد دي معنى else ففي حالة ان السجل اللي موجود بنبتدي نعمل اجراءات العرض عرض البيانات تمام ان احنا بنبتدي نفسص العائد من الكويري ده العائد من الريزالت بنبتدي نفسصه نفسصه ازاي زي ما انا قلت في الدرس السابق من خلال الدلة بتاعة mysqlifetch assoc مش عارف نطقها ايه بصراحة وبتاخد العامل بتاع result يعني اللي رجع من هنا بنحطه هنا والدلة دي طبعا بترجع لنا بمصفوفة فالمصفوفة دي بنحطها في user info فعلى حال ده كده لو انا مثلا جيت طبعت خليني اعمل print underscore رقم ونشوف المسألة هتبع عاملة ازاي فهخليني برضو طبعا انا لو عملت دلوقتي refresh على 77 يقولك user not exist ولكن لو عملت ثلاثة اوكي البيانات بتاعته فعلا فبترجع لك في مصفوفة والمصفوفة دي بتكون بمفاتيح كل مفتاح هو خاص بالبيان اللي انت عايز تعرضه زي ما انا عملت في الدرس السابق فيش اي حاجة فمثلا المفتاح نيم معناه ان هو يحمل قيمة الاسم مثلا اللي هو احمد المفتاح country بيحمل البلد وهكذا يعني كل مفتاح من ده عبارة عن حقل من الحقول طيب فنبتدي بقى ايه نصمم الفورم او نعرض البيانات زي ما احنا عايزين بس خليني هنا الاول لان الموضوع طبعا بالنسبة للنوع هو زكر ولا انثى فلو جينا بصينا هنا نلاقي ان هو عبارة عن يعني الميل يواحد يصفر لو واحد معناه انه هو ميل او زكر زكر يعني لو صفر معناه انه هو انثى تمام فعشان كده احنا بس بنعمل ايه بنعمل عملية اف نقولنه والله لو لو اليوزر انفو ميل بيساوي صفر هنخلي طيب في ميل غير كده طيب ميل طبعا ممكن الناس انا ما بستخدمش طريقة الاف دي ولكن سريعا انت ممكن تعمل الاف العادية وممكن تعملها بالطريقة دي لو في حالة انك عندك بس يشمال يا يمين يعني ما عندكش اكتر من احتمال هم احتمالين بس فما بتعملش اف ولا حاجة هي انت بس بتروح عامل طبعا دي تابع هوي الافلة دي بتروح عامل القسين وتروح كاتب الشرط تمام وبعد كده علامة الاستفهام وبعد كده بتحط الاحتمال الاول ونقطتين فوق بعض وبعد كده الاحتمال التاني ده بكل بساطة فمعنى كده ان لو user info mail بيساوي صفر فهنا المتغير type ده هنحط فيه نص في mail اما لو كان حاجة تانية حاجة تانية يعني طبعا بيساوي واحد معناه ان الطيب هنحطي في mail خلاص المفروض انتو ناس محترفين واحنا بنطبق في النهايات فانتو فاهمين حتة الافو الكلام ده كل عشان الحاجة لاننا هنستخدمها في الفورم بعد كده خليني ااخد لان انا طبعا انا بعمل copy paste على طول عشان الاخص الموضوع بعد كده خليني ااخد الفورم تكملة الفورم هيبقى بسيط جدا اصممه بقى زي ما انا عايز انا عايز اتعرض ازاي ده حاجة بتاعتي انا فمثلا بعمل H1 مثلا وحط فيها اسم المستخدم او اسم صاحب السجل فمن خلال user info name وبعد كده طبعا تحت مثلا H4 بحط النوع بتاعه بحط تاريخ مثلا الميلاد برضو H4 بحط country بحط كل البيانات انا بقى برصها زي ما انا عايز بصممها زي ما انا عايز بحيث انها تظهرلي في ال HB بالمنظر ده كل مفتاح من ده زي ما انا قلت بيمثل ايه بيمثل حقل من ده هنا خاص بس بايه بالسجل اللي احنا شاورنا عليه في جت ده بكل ده بمختصر الموضوع طيب على الحال ده كده تعالوا هنعمل refresh ونشوف اهو فعلا ثلاثة احمد النوع زكر خليني اصغر كده عشان اوريكو المحكاة اللي ما بين هنا وما بين هنا اهو فعلا ال name اهو احمد النوع mail يعني زكر birth date اهو فعلا تاريخ الميلاد country عراق وادي الاميل وادي رقم التليفون ودي بس اباود كده انا حطتها بس عشان تبقى ايه يعني تفصل معناه اللي بعد كده يبقى في كلام عنه اهو احمد is smart كل ده فعلا اللي هو موجود في قاعدة البيانات في السجل بتاع احمد بس خلاص خلاص كده اصبحت مرنة كل اللي عليك انك بس بتحط رقم ID مستخدم هتلاقي ان البيانات بتاعته بتتعرض لك بدون اي مشاكل اهو ده مثلا بيانات حازم ولو انت دخلت اي بيان مش موجود يقول لك user not exist تمام اس على ده بقى المواضيع يعني انت مثلا لما بتعمل مواضيع وعايز تستدعي زي ما ان شاء الله هنتكلم في المشروع اللي جاي هيبقى نفس الفكرة دي كله مرتبط بال اي بال ID او بالمتغير بتاع user تمام وليك انك تسميه زي ما انت عايز طبعا بوصيك ان في الاخر خالص انت بتعمل ايه بتعمل اغلاق ليه ال MySQL او الاغلاق الاتصال في النهاية يبقى احنا كده خلصنا اول جزئية وهي جزئية جزئية عرض بيانات سجل واحد طيب مش هتبقى الا جزئية التانية اللي هي الليستة ان احنا عايزين نعرض كل الاصدقاء في هيئة في هيئة روابط يعني كل اسم صديق عبارة عن رابط دوس عليه روح مدخلك على الصفحة دي برقم ال ID فتفهمين الفكرة عاملة ازاي تعالوا نشوف بسرعة هننفذها ازاي بالنسبة طبعا انا ابتديت في صفحة تانية وهي يعني في ملف مختلف عن الملف بتاع عرض السجل الواحد فهنا برضو كالطبيعي ان احنا بنعمل الاتصال الاول وبعد كده بنختار ال data base او قاعدة البيانات اللي هنشتغل عليها كل الخطوات دي سابتة سابتة ولو حدث خطأ في الاتصال ال error يعني زي ما عملنا فيه الملف اللي فات فيش اي فرق الخطوة اللي بعد كده ان احنا برضو في المتغير command بنحط فيه السطر فهنا بقى المختلف بس ان احنا بنقوله select نجمة كل حاجة يعني from friends معناها ان انا بقوله اختالي هاتلي كل اللي موجود فين في الجادول بتاع friends تمام هنا اللي هو ده يعني كل ده الفرق بس ان احنا ان انا هنا طبعا لو مني ما فيش بيانات كتيرة فانا ما عملت لهاش limit لكن لو انت عايز تعمل limit مثلا 50 ده احتياطي بعد كده بتروح بتبتدي تنفذ او تبعت command او الاوامر دي للمي سيكوال من خلال برضو ده اللي بتاعة mysqli query بتحط الاتصال وبعد كده في العامل التاني بتحط command او الاوامر وبرضو بنعيدها في result ما فيش اي مشاكل في حالة حدوث في حالة ان بيتم ارسال البنات ورجعها بنجاح بتنفذ ده else يعني في حاجة حصلت غلط فبنتبع الده اللي بتاعة mysqli error اللي هي بتبين لنا الخطأ فين ولا بد من انك برضو تحط مفتاح الاتصال طيب بعد كده mysqli numrose دي مهمتها زي ما انا قلت برضو انها يا بترجع يا بصفر يا بواحد لو بصفر اصغل من او تساوي الصفر معناها ان مفيش اي سجل في الجدول الجدول فاضي فطبعا no friends found else معناها ان ممكن يكون جدول واحد او اكتر فنبتدي عملية نبتدي عملية الدوران بهويل فبرضو بنعمل user info متغير بنحط فيه mysqli ifh assoc اللي هي بتفنت زي بتعمل تفنيط لكل حاجة رجعت لنا من الكويري فبتاخد عامل واحد اللي هو الريزولت تمام يعني اللي رجع من دلة الكويري او من دلة الاستعلام وبعد كده نبتدي التصميم زي ما احنا عايزين طبعا user info ya mail ya female تمام نفس بقى عملنا برضو في الملف اللي فات هو بس تحديد النوع ايه لو كان صفر لو كان قيمة user info male مثلا نتساوي صفر يبقى type female لو كان الحاجة تانية اللي هو مثلا رقم واحد معناها ان ده ذكر يعني male بعد كده بنبتدي بقى نعرض ايه نعرض الروابط خلي بالك بقى في الحتة دي عشان الحتة دي مهمة جدا جدا نركز معايا دلوقتي انا عملت h4 بس لمجرد ان انا اكبر الحجم او احدد حجم النص يبقى او الرابط عامل ازاي طيب ركز بعمل رابط عادي خالص تمام يعني لو انا شلت عشان دي ممكن تلغبطك الحتة دي انا هشيله حتى هو هيودي على فين الصفحة رابط عادي خالص والتارجت هخليها سلف عادي جوه الرابط او نص الرابط هيبقى عبارة عن ايه هيكون عبارة عن اسم الشخص اسم الشخص خلي بالك هنا الهوايل لما هتلف مش هتلف مرة واحدة يعني مش هتجيب بس اسم شخص سجل واحد لا ده هتجيب كل السجليات اللي موجودة اه تاني اتلغبط اقولك تاني الهوايل هنا مش هتلف مرة واحدة يعني لان احنا هنا بنعمل لستة لستة بكل الاسماء اللي موجودة هنا ف في الملف اللي فات هي بس يعتبر جابت اسم صديق واحد وعليها وقفت وخلاص ولكن هنا الموضوع مختلف هنا هتفضل تلف لحد ما تعرض كل السجلات بتاعة الاصدقاء اللي موجودة هنا انا مش محتاجة هنا عموما انا ام صحة ولو احتاجناها هنرجعها تاني ف في كل مرة هتلف هتروح ايه هتروح طبعة اتش فور مجرد بس لتكبير الحجم او تحديد حجم النص او الرابط عمل ازاي وبعد كده هتروح عامل الرابط هيكون تارجت سيلف يعني يتفتح في نفس طبعا المتصفح او في نفس النفذة ونص الرابط هيكون عبارة عن ايه عن النام عن اسم الشخص طيب بالنسبة بقى للرابط نفسه او الصفحة اللي هتروح لها دي مهمة جدا الصفحة اللي احنا انشأناها من شوية او الملف اللي احنا انشأناها من شوية اللي هو ده انا عملته باسم friends اسف friends dot php وبعد كده العامل او المتغير بتاع user يساوي واروح ايه هخلي الهويل تحط ال id الخاص على حسب السجل اللي هي بتطبعه دلوقتي طيب الافضل ان انا اوريكم النتيجة وبعد كده وبعد كده ايه الموضوع هيبقى أسن ان شاء الله ده اللي انا اقصده دلوقتي رابط في قدامي ثلاث رابط باسماء السجلات كل رابط عبارة عن النص بتاعه ايه اسم ايه اسم الصديق طيب والرابط نفسه اللي جوه هنا ايه لو انا دست عليه هلاقيه رح وجهني على رقم ال id يعني وجهني على الصديق من خلال رقم ال id زي ما انا قلت له ان في متغير اسم يوزر وبيساوي رقم ال id تمام back احمد back حازم وهكذا اهو تاني add رامي خليني اعرض لك هنا ال view page source بص لاحظ اهو my sequel friends اللي هو رامي اهو علامة استفهام يوزر بيساوي واحد يوزر بيساوي تلاتة عند احمد يوزر بيساوي اربعة عند حازم وهكذا اللي هو ده اقاوي لان الحتة دي ممكن تلقبط بعض الناس فيه ناس ممكن تلقبطها كده وفيه ناس تانية ممكن فعلا تقف معاهم فده انا اسف لو انا بطول في الحتة دي عشان بتلقبط ما يتبقاش بس ان احنا هنعمل حاجة اخيرة ان احنا هنيجي في الصفحة بتاعة friends مش اللي ست الصفحة العادية بتاعة friends نحط بس جده رابط هنا يوجهنا على صفحة اللي ستة يعني ببادر ما نعمل back اهو بصوا كده علي ايه back to مثلا friends list فنخش نرجع تاني للستة احسن ما نفضل نعمل back يعني هي عادية هي رابط بس ليه لي mysql underscore friends list بس هو ده درس النهاردة لو انت حاسس ان هو شوية ملخبط شوية عاملك اي حاجة هقولك التطبيق او المشروع اللي جاي ان شاء الله هيفصصلك الموضوع اكتر لانه هنعيده تاني يعني هنعيد نفس الفكرة دي تاني ولكن مع المقالات فالاعادة اكيد هتثبت عندك الفكرة لحد كده انتهى درس النهاردة واشوفك ان شاء الله وجهز نفسك جهز نفسك للمشروع الاخير في كورس تطوير وتصميم وتطوير مواقع الانترنت الكورس الشامل وشكرا على المشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة